أيها السيدات والسادة نريد أن نبدأ هذه الجلسة عندما أتمكن من تشغيل أجهزتي حسنا أولا هذه هي فرصتنا في مجموعة القيادة لكي نستمع إلى آرائكم وأنا أريد أن أخبركم نحن نحتاج إلى مساعدتكم هناك بعض الأمور التي سأطرحها عليكم ولكن قبل أن أفعل ذلك أنا سأطلب من زملائي في مجموعة القيادة أن يقوموا بتعريف أنفسهم أنا اسمي فينت سيرف أنا نائب رئيس Intercept Evangelist في جوجل وأنا أيضاً رئيس مجموعة القيادة أنا اسمي بنغاشيسو وأنا هنا عضو في مجموعة القيادة أنا حورية من إثيوبيا وأنا وزيرة الدولة للابتكار والتكنولوجيا وأنا عضو في مجموعة القيادة هيروسيوسيدا وأنا نائب وكيل وزارة الاتصالات في اليابان اسمي ليزا فور وعندما لا أعمل في مجموعة القيادة أنا المديرة العامة لأتنو وهي شركة مقرها في بروكسل اسمي ماريا فرناندا راسا وأنا هنا عضو في مجموعة القيادة وأنا أيضاً رئيسة مجلس إدارة الغرفة التجارية العالمية التي تمثل أكثر من 45 ألف شركة أنا اسمي حاتم دويدار وأنا رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تقوم بتوصيل الناس في أفريقيا والشرق الأوسط وهذه شركة اتصالات عندما أستمع دائماً إلى إنجازات هؤلاء الأشخاص زملائي في مجموعة القيادة دائماً أشعر بالانبهار ولكن كل هذه الإنجازات لا تعني أي شيء إذا لم نتمكن من أن نجعل منتدى حوكمة الإنترنت المنتدى الذي نريده كما تعرفون فمعنا تاريخ للوسس زائد 20 مجموعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي عام 2025 سنطرح هذا السؤال هل يجب علينا أن نستمر في إدارة منتدى حوكمة الإنترنت؟ وأنتم هنا لأنكم تجدون قيمة في حضور هذا المنتدى على ما أفترض فإذن نحن كمجموعة للقيادة علينا أن نقوم بالتعبير عن هذه القيم لأنه عندما تقرر الدول الأعضاء في الجمعية العامة إذا ما كان على المنتدى أن يستمر أو لا فنحن علينا أن تكون إجاباتنا حاضرة وإحدى الإجابات التي أريد أن أحصل عليها منكم في هذه الجلسة ما هي إذا ما كان علينا أن نستمر أو لا وإذا كانت هناك أمور لا نعطيها اهتماما أرجو أن تخبرونا بها أيضا نريد منكم أن تذكروا لنا ما هي القيمة التي تستفيدونها أو تستخلصونها من المشاركة في المنتدى هناك عدد كبير من المجموعات الممثلة هنا في هذا الاجتماع وهذا هو أكبر حضور على الإطلاق في أي من الاجتماعات الخاصة بالمنتدى فهذه إذن مرحلة هامة في تاريخنا نحن لدينا تسعة ألاف من الأشخاص منهم ألفين يشاركون عبر الإنترنت وهناك سبب جعلكم تصرفون المال وتقدون الوقت لكي يتصلوا إلى هنا فنحن نريد أن نستمع إليكم الأمر الآخر الذي أريد منكم أن تكونوا على علم به هو أننا نتوقع في العام المقبل في سبتمبر أيلول قمة المستقبل وفي هذه الفعالية سنستمع إلى ما هي الاتفاق الرقمي العالمي ما الذي يفعله هذا الاتفاق وكانت هناك بعض النقاشات بشأن الاستمرار هنا في المنتدى بالاتفاق الرقمي العالمي وأنا أريد أن أقول لكم أن منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يساعد في تقييم مدى نجاعة هذا الاتفاق الرقمي العالمي وإذا كنا نحتاج إلى تغيير إذن أنتم عليكم أن تؤدوا دورا هاما في مستقبالكم هل يمكن أن أطلب منك أن تقدم نفسك لأنك أتيت إلى المسرح متأخرة كارول روتش وأنا من حكومة البهاما وأنا نائب الرئيس الجديد أنا الرئيس الجديد لمجموعة الإدارة متعددة الأطراف ماج إذا أراد أي منكم أن يضيف إلى ما قلته للتو يمكن أن تفعلوا ذلك ولكن أريد أن أذكر أن الهدف من هذه الجلسة هي أن نستمع إلى الزملاء ولكن إذا كانت هناك أي إضافة فلتتفضلوا شكرا في يوم الأحد الماضي قمنا بتقديم وثيقة شبكة الإنترنت التي نريدها ونحن نحتاج إليكم أن تساعدونا في هذه المرحلة الجديدة من هذه المهمة الجديدة والهمة بالنسبة لنا فنحن نريد أن نطلب منكم أن تمدوا لنا يد العون لكي نحدد القيم أو عفوا العوائق التي قد تعوقنا أو الحواجز التي قد توقفنا عن تحقيق رؤيتنا فأنتم أعضاء المنتدى ونريد أن نعرف منكم ما هي العوائق التي تواجهونها في مناطقكم في بلادكم وأيضا على الصعيد العالمي التي يمكن أن تعيق الطريق لتحقيق هذه الرؤية والأهداف التي نريد أن ننجزها نريد أن تكون لدينا إذن مؤشرة أداء محددة ليسا أريد أن أضيف في عجالة أننا نحتاج إلى آرائكم بشأن شبكة الإنترنت التي نريدها وبشأن عملنا بوجه عام ونحن نريد أن نستشير المجموعات المختلفة والمجتمعات المختلفة في إطاري عمل الاتصال المجتمعي الذي نقوم به وأيضا الموضوعات التي نحتاج إلى التطرق إليها في مجموعة القيادة إن هذا المنتدى يعقد كل عام وكان ذلك على مدار 18 عاما وكل مرة نتحدث عن شبكة الإنترنت التي نريدها ولكن نريد أن نقوم بالنظر إلى المتاح أمامنا الآن ما هي هذه الشبكة وهل يمكن أن نقوم بتحسينها هناك طبعا اختلافات من بلد إلى آخر أعرف أن توفير الإنترنت في الولايات المتحدة جيد للغاية ولكن هذا ليس الأمر في بعض الدول نحن ننفق أكثر من 40 مليار دولار لكي نحاول أن نحسن هذا الوضع فإذا لم تكن هناك أي إضافات من مجموعة القيادة أريد منكم أنتم الحضور أن تخبرونا ما الذي نحتاج أن نقوم به من أجل أن نقوم بتطوير منتدى حوكمات الإنترنت لكي يصبح الكيان الذي نريده المجال مفتوح لكم والميكروفونات موجودة في مقدمة القاعة فلا تتفضلوا إذا أردتم أن تأخذوا الكلمة وإن الأمانة أكدت لي أنها تقوم بأخذ ملاحظات وأيضا تسجيل الجلسة هل يمكن أن تعرفها بنفسك قبل أن تطرح السؤال؟ صباح الخير أيها السيدات والسادة إننا لن بعد الظاهرة أنا جيمس جريغورس من الفلبين وأنا عضو في شبكة UNSDSN وأنا أيضا رئيس غرفة التجارة في الفلبين نحن نعرف أن اختراق الإنترنت أمر يتعلق أو يرضبط بإجمال الناتج المحلي في كل بلد ومعظم الشركات الخاصة لا تستثمر في المناطق الريفية شركات الاتصالات فكيف يمكن أن نقود الاستثمار من القطاع الخاص لكي نحسن التوصيل شبكات الإنترنت بالنسبة للمجموعات الريفية كيف يمكن أيضا أن نقوم بإعداد السياسات أو تشريعات الاكتذابية لاستثمارات هل من مجيب؟ حاتم؟ حاتم تفضل أنت أولا في دول كثيرة إن هذا الحوار قائم وهناك صناديق للخدمات يمكن أن تستغل فمثلا الضرائب التي تفرض على شركات الاتصالات بعض منها ينتهي بها الأمر مثل هذه الصناديق لكي يتم الاستثمار في تغطية المناطق الريفية مثلا الولايات المتحدة تعهدت بـ 40 مليار دولار لتغطية المناطق الريفية فما نحتاج إليه هو أن يكون هناك حوار ما بين الحكومات والمنظمين بحيث لا يتم النظر إلى شركات الاتصالات على أنها الدجاجة التي تبيض بيضة ذهبية فنحن نريد أن يكون هناك استثمار مستدام في المناطق الريفية مثلا يمكن أن تكون هناك بعض التخفيضات الضريبية للمساعدة على الاستدامة في المناطق الريفية أنا عضو في عدد من المنظمات من ضمنها منظمة أو مؤسسة جي أس أم وكلنا نريد أن تكون التغطية شاملة وعالمية ولكن أنا نحتاج إلى المنظمين والحكومات لكي يتيحوا لنا البيئة المواتية لهذه الاستثمارات أعتقد أن الحكومات يجب أن تؤدي دورا في إرسال بعض الاستثمارات في البناء التحتية للمناطق الريفية فلا يمكن أن يكون الاستثمار فقط من القطاع الخاص لأن هذا لا يعود بالربح أو بالفائدة على القطاع الخاص يمكن أن يكون هناك مثلا صندوق مخصص صندوق عالمي للخدمات فهذا من ضمن الحلول ولكن من الصعب أن نقوم بتغطية المناطق الريفية كما تعرفون أن التكنولوجيات الخاصة بالهواتف المحمولة ساعدت في توصيل الإنترنت إلى المناطق الريفية في الدول النامية عندما لم يكن من الممكن استخدام الشبكات الفعلية أو القائمة مثلا لدينا شبكة ساتلية بالأقمر الصناعية ولدينا نظام أيضا High Altitude Platform الذي يمكن أن يغطي من 50 إلى 100 كيلو متر وهذا هذه التكنولوجيات يمكن أن تغطي المناطق الريفية بالنسبة للقطاع الخاص والحكومات فيمكنها أن تفكر في استغلالي مثل هذه التكنولوجيات الجديدة كما قلت فإن النظم اللاساتلية من نظام Lower Orbiting فإنها يمكنها أن تتيح نفاذ الإنترنت إلى أي مكان في العالم هذا هو الحل مثلا بالنسبة لستارلينك فهناك أربعين ألف قمر صناعي مرتبط بهذا النظام وأكثر وطبعا هناك مسألة التكلفة بالنسبة لمدى خطوط الإنترنت إلى المناطق الريفية فالمنافسة مثلا يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة وعندما لا تتواجد المنافسة يمكن أن نستخدم الدعم ولكن علينا أن نستمر في الدفع في اتجاه تغطية الإنترنت هل يمكن أن تقدم نفسك؟ شكرا أنا بيتر بروك وأنا رئيس World Summit Awards نحن نعرف أن بعضنا البعض جيدا فنحن أيضا عملنا سويا من عام 2003 إلى 2006 في القمة العالمية وأنت تعرف أنني منبهر بمهاراتك وبقدراتك على المستوى التكنولوجي وعندما أنظر في وثيقة شبكة الإنترنت التي نريدها فأنا أجد أن هناك هذا التحيز في اتجاه التكنولوجيا في عام 2023 فهذه هي السنة الأولى التي جنت فيها خمس شركات 54% من الريع الإعلان على الإنترنت أو الإعلانات ليس فقط على الإنترنت ولكن بوجه عام فما ننظر إلىه الآن هو الإنترنت كقوة كبيرة من ناحية التركيز الاقتصادي فأنت تعرف الدمار الذي حل بشركات الدعاية والإعلان في مختلف أنحاء العالم هناك 564 صحيفة أغلقت أبوابها وهذه من الصحف المحلية وهذا كان له أثر كبير على كل ما هو محلي وإقليمي ووطني من عمليات الديمقراطية والمشاركة السياسية نحن لا نرى بعد الجوانب الآن من هذا ولكن بالنسبة للتضليل ونشر المعلومات الكاذبة فإن هذا سيأتي وبالنسبة لمجموعة القيادة فما أريده منكم هو أن تنظروا في التعامل مع السيطرة على الأسواق وأيضا ما الذي يتم عمله وما هي التوصيات التي يمكن أن تتقدموا أنتم بها في الفترة المقبلة للتعامل مع ذلك فإن هذا سيؤدي إلى تغيير في مجريات الأمور بالنسبة للتكنولوجيا عندما تكون هناك إذن سيطرة أو احتكار من جانب واحد أو من جانب قليل من الشركات لهذا المجال أعتقد أن مجموعة القيادة ليست مسؤولة عن حل هذه المشكلة ولكنها مسؤوليتنا أن نضمن أن منتدى حوكمة الإنترنت يحضر الخبراء الذين يمكنهم أن يشاركوا في الوصول إلى حل قد يكون هؤلاء من المشرعين أو من البرلمانيين أو من المنظمين أو أشخاص لهم أفكار جديدة وأنا أقول ذلك لأنني أريد منك أن تفهم أن مجموعة القيادة ليست المكان الذي يقوم باتخاذ هذه القرارات نحن من يقوم بتيسير النقاش من أجل أن نصل إلى حل شكراً بيتر على الآراء التي أبديتها بالنسبة لورقة الإنترنت التي نريدها نحن هنا حتى نحصل على آرائكم وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمانة ستتيح الفرصة للجمهور للتعليق على هذه الورقة والتقدم بمساهمات بشأنها شكراً وهذا سيساعد على أن نقلص هذا التحيز الذي تحدثت عنه السؤال التالي أعتذر أنا لم أرى أن هناك مايكروفونا ثالثاً كنت أعتقد أن هناك اثنان فقط أنا أقصر من أن تتمكن الكاميرا من التقاط صورتي أنا المديرة التنفيذية لجمعيتي Progressive Communication اسمي جرسيا وأنا لدي سؤال يتعلق بدور مجموعة القيادة في التوصيل ما بين النواتج المختلفة للعمليات المختلفة في إطار المنتدى أنت قلت أنكم تقومون بمتابعة هذه النقاشات المختلفة وإحدى الأمور التي نوقشت هنا وهي مسألة ليس من السهل دائماً التواصل معها فكرة توجود عمليات قائمة جارية بموازات بعضها البعض ليس من السهل أن نتابع كل هذا وهذا أمر يتطلب الموارد فسؤالي هو هل يمكن أن توصل ما بين كل هذه العمليات بصورة عملية بحيث تساعد على تحقيق إشراك الجميع وأن تضمن المشاركة الكافية خاصة من المجتمع المدني ومن الأطراف المعنية الأخرى فأنا أريد أن أستمع إلى حلول عملية فهذا سيساعدنا على أن نخطط للمستقبل وأن نعرف كيف يمكن أن نتفاعل لأنه في غياب معلومات كافية لن نتمكن من أن نعطيكم الإجابات العملية لا يمكننا أن نساهم إذا لم تكن لدينا المعلومات الكافية عن طرق وأليات المشاركة هناك طرق مختلفة للمشاركة هذه واحدة منها ولكن هناك مسألة أو شيء اسمه البريد الإلكتروني وكلنا يمكننا أن نتلقى رسائل بريد إلكتروني ونحن سنعتمد على الأمانة لكي ترسل رسائل بريد إلكتروني تطلب فيها من مختلف الأطراف التعليق طبعا لدينا كيان هام للغاية وهو ماج وهذه المجموعة متعددة الأطراف مجموعة الإدارة وهناك أيضا مسألة هامة وهي الأنشطة الوطنية والإقليمية الخاصة بحكمة الإنترنت فمن الضرورية أن تقوموا بحضور اجتماعاتهم السنوية لأنه يمكنهم أن يعبروا عن المشكلات المحلية أما بالنسبة لكيفية حصولنا نحن على آرائكم أقترح إرسال بريد إلكتروني لمجموعة القيادة عبر الأمانة لا أعرف إذا شانجتاي لديه مجالات أخرى يمكن أن تتواصل معنا من خلالها ولكن نحن سنقوم بإرسالي طلبات للتعليق على وثائقنا والآن نحن نتطلع إلى الحصول على تعليقات على مسودة الوثيقة فهذا ما يمكنني قوله وتفضلي ليسا هذه نقطة هامة تلك التي أثرتيها فالكثير من مشاكلنا قد تكون عالمية ولكنها تحتاج إلى حل محلي وتحتاج إلى النظر إليها وتحليلها من منظور محلي يمكن أن نحضر كل هذا إلى منتدى حكمة الإنترنت مرة في العام ولكن إن الكيانات المحلية الوطنية والإقليمية للمنتدى هي التي تقوم بالتحليل والتي تقدم تقارير لنا والآن تفضل أنا رئيس أوتوميتد سيستمس كامبيني من الكويت شكرا على هذه الفرصة بعد حوالي 18 عاما من المنتدى فإن التطور قادم لا محالة وهذه هي طبيعة الأمور أن كل شيء نحاول أن نحسنه عن شكله الحالي النجاح المنتدى يكمن في طبيعته الشاملة للجميع حيث أن مختلف الأطراف المعنية تأتي وتتحدث مع بعضها البعض وهذا الحوار السياساتي أصبح حوار حول الممارسات الفضلة وبناء القدرات وهذا أثر على الأمور المتعلقة بحوكمة الإنترنت والمنظمات الخاصة بذلك نحن اتفقنا واختلفنا ووصلنا إلى توافق في الآراء وعرفنا ما الذي يجب أن نناقشه الآن وما الذي يجب أن ننحيه جانبا إلى وقت لاحق إذن تطور المنتدى لكي يصبح أفضل أمر متوقع هذه هي طبيعة الأمور واليوم عندما نتحدث عن الجوانب الرقمية إن الإنترنت رقمية والرقمنة هي الإنترنت فإذن إن صاحب المصلحة العادي قد لا يفرق ما بين الأمرين فأيا كان الشكل الذي نريد أن نحسنه بالنسبة للمنتدى ففي عام 2017 حتى 2019 كانت هناك عملية اسمها IGF Plus وكانت تتعلق بتطوير الإنترنت بعد ذلك أصبحت الاتفاق الرقمي العالمي أيا كان التطور يجب أن يأخذ فيه الاعتبار شمول المنتدى الطبيعة التشاركية لمختلف أصحاب المصلحة وأننا جميعا سواسية في نقاشنا حول أي موضوع وأن هذا الاجتماع لا يهدف إلى أن يصدر عنه بيان أو إعلان إلى آخره فإحدى عناصر نجاح المنتدى هو أننا هنا لكي نتناقش ما من ضغط علينا لكي ننتج بيانا أو إعلانا أو قرارا فإذن نحن نريد أن نحافظ على هذه الطبيعة الخاصة بالمنتدى أننا لنهدف إلى إصدار نوادج ونحن نعرف أن هناك قمة ستأتي في سبتمبر أيلول قد تقرر أو تحدد العملية التي سيتطور المنتدى من خلالها سواء كان هذا الاتفاق الرقمي العالمي أو شيء آخر ولكن نحن في هذه العملية لدينا الانطباع أنها ستكون عملية حكومية ولكننا نريد لها أيضا أن تكون متعددة الأطراف أو أن يمكن لمختلف الأصحاب المصلحة أن يحضروا حتى ولو كمراقبين حتى نتمكن من الحفاظ على هذه الطبيعة متعددة الأفراد أو متعددة الجهد أنا أطبق معك أن الحفاظ على تعددية المشاركة هذه مسألة همى ونحتاج إلى الحفاظ عليها هذه رئيسية بالنسبة لنا شكرا إسمي رولوف ماير أنا رئيس مجلس إدارة CIGN وإذا كنت قد فهمتك بصورة صحيحة أنت في المقدمة طرحت سؤالين على القاعة هل يجب أن يستمر المنتدى هل يجب أن نطيل من ولايته وإذا كانت الإجابة هي نعم هل من ملاحظات بشأن تحسينه أو أي مقترحات هل يمكن أن أقاطعك أنا أعتقد أن المنتدى عليه أن يستمر ولكن هذا السؤال سيجيب عنه آخرون في ويسس دائد عشرين ولكن نحن نريد للإجابة أن تكون نعم إذن أنا سأضمن أن تكون الإجابة هي نعم نحن لا يمكننا أن نتحدث عن الآي جي أف في هولندا ولكننا عملنا بصورة ناشطة في الآي جي أف المنتدى وهذا سؤال طرحناها منذ سنة ونصف والإجابة كانت نعم يجب أن نطيل من ولاية المنتدى ولكن لدينا بعض المقترحات للتحسين لا أريد أن أقرأ كلها لك ولكن أعتقد أن هناك بعض المقترحات هناك بعض التوصيات التي خرجنا بها في ثلاث مجالات في مجال الحوكمة في مجال الحوار وفي مجال النتائج وأنا أعتقد أن المجال الثالث هو الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة هناك عدد من التوصيات وأن تكون للمنتدى عمليات اتخاذ قرار شفافة وأن يكون لها أيضا قاعدة تمويلية متينة أما في مجال الحوار التوصيات هي أن يركز المنتدى على أهم الأولويات لأن هناك كثير من الأولويات وكان يكون له نظام شفاف لاختيار ورشاة العمل الأهم وأن يكون تشكيله أو ترتيبه أكثر تفاعلية عوض المحاضرات أن تكون هناك نقاشة أكبر وأهم من هذا وذاك هو أن يوضح كل متدخل من يمثل وأي منظمة ينتمي إليها والمصالح التي يمثل أما في مجال النتائج فأعتقد أن المنتدين بغي أن يؤدي إلى نتائج ملموسة لتنمية وتطوير سياسات انترنت وطنية ودولية أعتقد أننا واضحين في مطارق بهذا التوجه وعلى المنتدى أيضا أن يكون مصدر إلهام لحوارات التي تجري في منظمة الأمم المتحدة الأخرى وأن يقوم بالمشاركة في تطوير المعايير والأمثلة العملية التي يمكن تطبيقها محليا ووطنيا وإقليميا وسأرسل إليك الوثيقة نعم بالفضل قم بذلك عبارة ستاندردز تخيفني لأنني لا أعرف ما نوع المعايير التي تعنيها أتحدث عن المعايير العملية كنا نقاشنا في جلسة السابقة وموضوع النقاشات التي من شأنها أن تخفف من بصمة الإنترنت وبصمة الرقمنا عموما بيئيا وفيها نحتاج بطبع إلى ممارسات فضلة قبل تطوير تلك المعايير وأعتقد أنه يمكننا أن نبحث أولا عن طرق التعلم والاستلهام من ممارسات الفضلة التي طبقت من طرف جهات أخرى ربما يمكننا أن تحدث عن هادتنا أي لأنني كنت أخشى أنك كنت تتحدث عن معايير الفنية لأن المسألة لا تخصنا في الوقت الراحين أرجو أن ترسل إلينا هذه الوثيقة يبدو أنها في الصميمة شكرا 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 نحن 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 نعم والغرفتين الدنيا والعليا في البناء وأيضا مع الجمعية الوطنية برمتها وأساسها هل الوقت قد حان؟ أولا هناك خطة للخروج بإعلان عالمي أو قانون عالمية تخص العالم والتكنولوجية تنضم إليها الدول والآضاء وبعد ذلك توائمها في قوانينها القطرية لأنني أؤمن أنه إن كان لدينا قوانين مثل هذه فستمكننا من رأب الفشوات التي تعاني من هاجهات همشة وغير المحصنة مثل النساء والفتيات والمهاجرين واللاجئين فيما يتعلق بالنفاذ لتكنولوجيا والإنترنت أتحدث أيضا عن وجوب رقمة كثير من المعاملات حتى يومنا هذا في أفريقيا نستخدم النقد لتأدية المعاملات وهذا بالطبع يساهم في كثير من الفساد والرشاوة إن أردنا أن نخفض من الفساد ومكافحة الرشوة علينا أن نرقمن المعاملات المالية وأن تحول إلى المعاملات المالية الخالية من تبادل النقد وبالطبع إعلان عالمي الرقمي سيساعدنا على إعلاء كلمة حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق المهمشين ومعاوقين شكرا أنا سعيد جدا تواجدك معنا وهذا خير دلال الأهمية منتدى إدارة الإنترنت أنا أتمنى أن تقوم بتكرار ما قلته للأشخاص الذين بإمكانهم أن يحققوا هذا المبتغى هذا الطلب على اليسار اسمي شاك بيكلينغر أنا الأمين المشاركة لمنتدى إدارة الإنترنت الوطني سؤالي وجيزة قيادة الأي جيف كيف تفكر في تطوير المنتدى في المستقبل وفي أدواره المستقبلية وأدوار المنتدايات الوطنية نعم طبعا نريد أن نكتف الاتصالات مع المنظمات الإقليمية وألية الاتصالات قد تتطلب زيارات شخصية في تلك المنظمات الوطنية أو لمرسلها أو بمرسلات دورية ونحن نطرح أن يشارك بعض أعضاء القيادة أن يشاركوا في الاتصالات مع المنظمة المحلية مرحبا أنا كريستوفر تي أنا من Connect 3 and Internet 3 نحن ربما نعتقد أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالحرية المعطاة للأفراد لخلق عنوين IP الخاصة بهم بروتوكول الإنترنت الخاص بهم من القطاع الخاص ونسأل إن كان هذا سيبقى ممكنا عندما سنقوم بتطوير الإنترنت بين الكواكب وإن كان لهم وإن كان ستكون لدينا أيضا إمكانية لخلق عنوين بروتوكول الإنترنت على مريخة أو في القمر هناك كثير من موفر خدمات الإنترنت في اليابان الذين يقومون بتعزيز التنوع في الإنترنت في اليابان وفي نامو دوجهم عندهم إمكانية تمكن مقدم خدمات آخرين المجيء على السوق ونحن عندنا برمجيات حوسبية تمكن لهذه الشركات أن تدخل في الشبكة مباشرة وأن تمنحها أيضا لأفراد نحن نريد أن نفتح هذا المجال على الطبقات الثلاثة للإنترنت الأولى والثانية والثالثة ونريد أن يكون هذا العمل مفتوحا وأن يمكننا من تقسم الأفكار معا الفكرة مثيرة للاهتمام وأنا أقترحه عليك أن لا تطرح هذا المقترح على الليدر شبانو ولكن أن تطرحها على الإنترنت انجينيرين تاسفورس الفريق العامل معني بهندسة الإنترنت مرحبا أنا نائب رئيس الإدارة في وزارة التنمية الرقامية من جمهورية أذربيجان نحن نتشرف تشرفنا بعقد منتدى إدارة الإنترنت قبل سنوات في بلادنا وعندنا البنية التحتية للإنترنت ونحن نتشرف باستقبال أحد مؤسس الإنترنت سيد فينت سيرف وعلى فكرة ابني الذي التقيت به يبلغك سلامه ويتمنى الالتقاء بك مجددا وتمنى لك كل النجاح في هذا الحدث إن مسألة مقبولية ثمن الإنترنت والوصول إلى الإنترنت هام جداً لأجل تطوير الإنترنت في أزربيجان نحن في 2024 نقرر أن يكون الإنترنت عندنا مقبول التسعير وأن تكون نوعيته دائماً بسرعة ليست أقل من 25 ميجابات للثانية لصالح جميع المواطنين وفي كل مكان وأعتقد أن المنتدى هو فرصة لتقاسم الأفكار وهو قيمة عالية وهو نتيجة مباشرة للقيمة العالمية ومجتمع المعلومات 2003 و2005 الذي نعقد في جنف تعلمون أن أزربيجان هي رئيسة حركة عدم الحيازة في الوقت الراهن فكيف ترون شكل التعاون المطلوب على صعيد الأمم المتحدة في مجال الوصول لأن هناك طرق تقنية عدة لتيسير النفاذ الأليف البصرية الأقمار الإصطناعية وهناك بالطبع مساهمة لطريقة الحرير الجديدة الرقمية التي يمكن أن نستفيد منها شكرا شكرا على احتضان الـ IGF في أزربيجان فيما يتعلق بالتكنولوجيات التي من شأنها أن تحسن الوضع والنفاذ للإنترنت نتصور أننا سنرى تضخما في الإمكانيات الموفرة للوصول للإنترنت من خلال الأقمار الإصطناعية ومن خلال الألياف البصرية المنقولة بحرا أعتقد أن هذا هو التوجه في المستقبل اسمي ألكا ألكا بوس من كي بي أم جي هولندا في الأعوام المنصرمة تشرفت بالانتماء لهذه جماعة جماعة منتدى إدارة الإنترنت بدأت كمشارك من فئة الشباب والآن وصلت إلى مرحلة المشاورين وأنا بفعل أحب نموذج متعدد أصحاب الشأن الذي تبناه في هذا المنتدى لكن فيما يتعلق بالمفاوضات المستقبلية للعهد الرقمي العالمي أنا أخشى من النموذج هذا ومستقبل المنتدى أنا من قطاعي الخاص وطبع أجد قيمة في هذا المنتدى وأجد فيه كثيرا من المعارف والمعلومات والأراء أعتقد أن النموذج ينبغي أن يستمر وأتمنى على أعضاء القيادة أن يدافعوا عن هذا النموذج حتى يبقى في المستقبل وأكد لك أننا أجمعين في هذه اللجنة نؤمن بشكل كبير في أهمية ومركزية النموذج متعدد الأصحاب الشأن ونحن نشعر برضى كبير عندما نعرف أن الأمم المتحدة تدعم وتدعم عملية متعددة أصحاب الشأن في داخل أعمالها وطريقة تفاوضها في بيئة متعددة الأطراف فشكرا لك على دعمك لهذا النموذج مرحبا بكم اسمي روي مك تيلور الأمين العام لاتحاد الاتصالات في الكريبي هنيئا هل قلت ماذا قلت أنا أهنئ الزميلة من الكريبي نحن بالطبع نريد دعما إضافيا للهيئة الوطنية ونحن سنحتضن الطبع العشرين من منتدى إدارة الإنترنت السنة القادمة وأيضا نحن من أوائل دول جزرية النامية الصغرى التي تحتضن هذا المنتدى ونساهم أيضا في العهد الرقمي العالمي نحن ندعم تلك العملية ونحن هنا من أجل المنادات بإطلاق منتدى آخر عالمي قد نسميه المنتدى الرقمي خارج هذه العملية كما تعلمون هناك بعض التطورات السياسية الأخرى في الآيكان هناك السجلات الإقليمية regional registries ولذلك نعتقد أن منتدانا هذا هو الآلية الأنسب لتوطيد وتمتين الحوكمة العالمية للإنترنت أخيرا وليس أخيرا فيما يتعلق بآليات تسير ترشوحات لاحتضان المنتدى نحن نتمنى أن يتم تسهيل المأمورية على دولنا الجزرية مثل البهامس مثلا التي تملك ما يكفي من بناء تحتية من أجل احتضان هذه المنتديات وربما أفضل طريقة لتيسير هي استخدام إمكانيات الاتصال عن بعد نعم إن هذا المفهوم جميل أن نعطيها فرصة للدول الصغرى لإحتضان المنتدى نتساءل إن كان بإمكان مجموعة من الدول أن تحتضن المنتدى في بلد آخر أنهم يحتضنون ولكن في بلد آخر هذه ربما قد تكون فكرة غير ممكنة ولكن لما لا نفكر فيها هذا سيمكن الدول الصغرى أن تستقبل هذا المنتدى هذه فكرة فقط على اليمين سؤال شكرا نايجل هكسون من الحكومة المملكة المتحدة شكرا سيدي الرئيس أولا وشكرا لكل الأعضاء الآخرين لنجلة القيادة على عملكم وعلى مساهماتكم في منتدى إدارة الإنترنت جميل جدا برؤيتكم جميعا هنا أمامنا للرد على أسئلة الجمهور النقطة الثانية هي أن دوركم سيكون ويصير أكثر أهمية لدى عملية استعراض بعد عشرين سنة من الوسيس الفين وخمسة بالنسبة لكثير من المبادرة الإقليمية والوطنية للمنتدى صارت أساسية في تطوير السياسات وفي تنظيم تفاعلاتنا وتعاوناتنا وحتى ربط علاقة الصداقة فيما بيننا وفي طريقة إنجاز التقدم في مجتمع المعلومات أو الإنترنت أو مهما كان اسمه نحن نتمنى أن يستمر هذا الداب نريد أن يتطور ونريد أن تكون عملية ويسيس بلاس توينتي عملية تحقق ما نبتغيه من الإنترنت وأيضا تفتح طريق أمام رفع العنى لتحديات المستقبلية ونريد من الويسي الزائد عشرين أن يعتمد هذه القيمة لتصديق على هذا المجهود التعاوني العظيم نريد أن نتقدم معا فيما يتعلق بأجندة الموصولية والاستدامة وهدفنا هو أن يكون الإنترنت متعددة اللغات أن يكون الإنترنت متنوعا في كل جوانبه سيد الرئيس إذن ما أرجوهم من لجنة القيادة أمران إثنان لا ثالثة لهما أولا أن يواصلوا عملهم الممتاز وثانيا أن يحقنوا دمى جديدا في منتدى إدارة الإنترنت وأن يدعموا العمل الجبار الذي تقوم به أمانة الاتحاد الدولي الاتصالات وأهم ذلك أن تضمن مشاركة أصحاب الشأن الآخرين جعل أصحاب الشأن الآخرين يعون بأهمية المواصرة مواصرة هذه الهيئة هذا المنتدى شكرا لك في الوسط سؤال من الوسط وبعد ذلك أستمع على سؤال من اليسار أردت فقط أن استاء منك مرحبا لهم صمتي لنايجيل مشيدا بعملكم كلجنة قيادية للمنتدى إذن السؤال الذي طرحته هل نريد تمديد التفويد أجواب نعم بالطبع نريد تمديد التفويد للإي جي أف العالم أفضل بوجود الإي جي أف المنتدى مقارنة بعالم ليس فيه إي جي أف المنتدى يمكننا من التعامل وأمور جدلية بشكل آمن وبشكل منسق يمكننا من تبادل الآراء مع الزملاء ويمكننا من تطوير سياسات عمومية قبل أن يفوت أوان إمكانية تأثير على القرار كيف نحسن طبعا يمكننا أن نحسن الآي جي أف وكما قال نايتجيل إن الأمانة تقوم بعمل مذهش وبالفعل تحتاج إلى القيم بالمزيد ولكن نحتاج إلى ضمان تمويل ذلك الجهد التفاعل مع المنتدى ينبغي أن يكون أكثر سهولة أو أيسر وواجبنا أن نمكن الجميع في العالم من خلال اختلاق أدوات تمكنهم من المشاركة في نقاشات المنتدى وحضور اجتماعات لا أتحدث هنا عن المشاركة عن بعد فقط والمشاورات المفتوحة أتحدث هنا عن وجوب تيسير الموارد وإيجاد الموارد وتيسير الإمكانية الموفرة لتقديم التعليقات والمشاركة في المناقشات وبالطبع شكرا لك على دعوتنا لتقديم تعليقاتنا كتابيا على الرغم من أن الحضور في الاجتماعات هو أيسر ولكن مع ذلك صعب علينا المشاركة أنه كان علينا أن نمر من قاعلة أخرى بسرعة والمرون من ورشة إلى ورشة في بعض الأحيان مع الأسف حضرنا ثلاث ورشات حضرها نفس المتحدثين وقالوا فيها نفس الأشياء أعتقد أنه من الأفضل والأنسب أن ننظم الأمور بشكل أرشد حتى لا تكرر الأفكار والمفاهيم التي تتقسم مع جماهير وعوض أن ننظم ورشة فيها مئة شخص لننظم ورشة فيها أربعمائة شخص وأن نقل نفس الكلام مرة واحدة شكرا عوضا أن تكون كعشرين ورشة يمكن أن نقلص عدد الورشات نعم هذه الفكرة فكرة قد فكرنا فيها أيضا إنها إنك مصيب في ذلك وما أن المديرة معنا فهي التي ستبث في الأمر فيما يتعلق بتغيير ترتيبات الاجتماعات فكرة وجهها شكرا تفضل سيد الرئيس هل يمكن أن أتحدث بالفرنسية نعم تفضل سأحتاج إلى استماع الترجمة تفضل بالفرنسية شكرا تحدث بفرنسية ليس للمرح فقط وفقط من أجل أن أذكر أن هذا الاجتماع هو اجتماع يعمل بلغات الأمم المتحدة الست والتي ندعمها بكم بكم وهذه مسألة هامة بدون تكرار ما قاله ما سبق في الكلمة أقول من الهم أن يتم مواصلة المنتدى في عالم متعدد أصحاب الشأن في أول منتدايات إدارة الانتراكت كنت تنقشت أحد ممثل المفاوضة الأوروبية وقلت له قد يكون من المفيد أن نبدأ التنظيم على الصعيد الوطني ثم نرتقي لصعيد الإقليمي قبل أن نصل إلى المستوى العالمي الجواب كان لا لا هذا غير ممكن فهذا سيكون معاقة جدا سوف تتكاثر الاجتماعات ولا نستطيع متابعة الجهد في الواقع وصلنا إلى هذه الحالة أعتقد أننا اليوم وهذا الانطباع الذي تكون لديه وأنه بالإضافة إلى هذا المنظمة الدولية وحكومية الدولية قررت أن تصعب علينا المأمورية بإطلاق عمليات هنا وهناك بإصدار نصوص واحد من الأمين العام ثاني من الاتحاد الدولي الاتصالات اليونيسكو نص ثالث ويبدد الجهد لن نستطيع متابعة كل هذا ومؤكبت كل هذا في أحد الورشات أحد ممثلي الحكومة السويسرية قال إن هذا شيء طبيعي هذا هو القصد من التنوع عدد الاجتماعات كان كثيرا وعدد العمليات التي أطلقت لا نستطيع مواكبته هذا غير ممكن لا يمكننا أن نتابعه بنسبة للمستخدمين النهائيين الذين أمثلهم حسب المقدرة أكثر من لم أقدم نفسي اسمي سباستين باشولي وأنا ممثل إيزوك فرنسا وأنا رئيس المستخدمين الأوروبيين في إطار الإيكان شكرا شكرا لك سيد باشلي لقد سمعنا ذلك أكثر من مرة الناس يرجون أن يتم تنظيم الاجتماعات وترتيبها بشكل أرشد نحتاج إلى هيكلة أفضل للاجتماعات وتقليص عدد الاجتماعات وهذا أيضا شهدناه في اجتماعات الانجينيرينج انترنت تاسك فورس مئة اجتماع في سبا واحد مرحبا اسمي كريستين أريتا أمثل الحكومة المصرية أريد أن أقول أن إقامة لجنة القيادة كان من معالم الهام في خارط طريق الأمين العام للتعاون الرقمي وشكرا لكم على العمل الممتاز الذي قدمتمه حتى الآن ونحن نتمنى أن يتزيد مستوى الاهتمام بالمنتدى على الصعيد العالمي أعتقد أن أهم التفويد اللي نجده في شروط خصاص اللجنة هو النهوض وزيادة تأثير المنتدى نريد أن تعترف جمع جماعات بأهمية العمل المقدم من طرف المنتدى وأن يتم عكس ذلك على الصعيد الأوسع وربما قد أعود إلى عهد الرقمي العالمي مجددا جي دي سي أعتقد أن تحدثم عنه بما يكفي ولكن أعود إليها بعد إذنكم الورقة ورقة الموضعية التي تم تقديمها من طرف الميسرين المشاركين نحن بطبع لا نريد أن نكرر الإجراءات والعمليات بل ما نريده هو رأب الفجوة التي تواجهنا في مجال التعاون الرقمي العالمي من أجل الرد على تطور التكنولوجي المتسارعي في كثير من المجالات نحن بطبع نريد مواصلة عمل لجنة القيادة ولكن نريد مزيدا من التكامل في إداخل اللجنة لا سيما في واجبات التعاون وتناسق مع مكونات المنتدى الأخرى الماك وأرأنا كارول سعيدة بهذا الكلام وأيضا مع الهيئات الوطنية وعندي مقترح وأيضا أن يقدم مقترح قبل قمة المستقبل حتى نستطيع تمهيد الطريق حتى ويسس زائد عشرين شكرا شكرا جزيلا نعم نحتاج المزيد من التكامل فيما بين أعضاء لجنة القيادة ومع مكونات الأجياء الأخرى أعتقد أن الوقت قد انتهى إلا إذا كان لديكم مدخلة بسيطة إذا ما أردتم تفضلوا ولكن بإجازة أتحدث بلغتي الفرنسية أنا لدي مداخلتين الأولى تتعلق بمنتدى حكمة الإنترنت ما سمعناه هنا وما نسمعه منذ البداية مصير الاهتمام هذا لا شك فيه ولكن نحن نسمع كلمة تتكرر ألا وهي مشاركة أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة هل لنا أن نفكر بصيغة موسعة لمنتدى حكمات الإنترنت بشكل يسمح بمشاركة عن بعض حتى نتمكن من الاستماع والمشاركة نحن كنا قد شاركنا في منتدايات كهذه مع جوجل وغيرها الأمر الذي سيسمح لنا بتوسيع المنتدى بشكل يسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إذن إنشاء فعالية تابعة لمنتدى حكمة الإنترنت لكي نراقب ما الذي يحصل في هذا المنتدى ثانيا إن هذه الفعالية من المفترض أن تكون شاملة عام 2023 نزال نحتاج إلى صورة لكي نتمكن من متابعة فعالية على الإنترنت هذا عمر غير مقبول اليوم نحن بحاجة إلى التسجل أفهم بأنه علينا أن نتسجل عدد أن نكون حاضرين شخصيا ولكن أن نتمكن من التسجيل عن بعض مع الصورة وغيره فأن هذه العملية صعبة بعد ذلك نحن تحدثنا عن بناء وتطوير الكدرات هذا يتطلب طبعا التعليم وكذلك تبسيط مع المسائل التكنولوجية المرتبطة بذكاء الإصطناعي بالإضافة إلى ذلك يجب إعادة النظر في طرق التعليم وأيضا بطريقة التدريب بهدف تبسيط هذه التكنولوجيات الجديدة أعتقد بأننا أيضا بحاجة إلى برامج مرافقة محلية في البلدان التي تحتاج إليها نحن إذن بحاجة إلى هذه البرامج حتى ندرب قوة الفاعلة المحلية بشأن التحديات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي شأن المخاطر وأيضا الابتكارات وما ستؤدي إليه الأمر الذي سيسمح لنا بالمساهمة في هذه الحقبة التي ستؤثر علينا جميعا وشكرا شكرا على الإجاز نحن نأمل بأنه سيكون هناك توسيعا لإمكانية المشاركة عبر الإنترنت علينا أن ننتهي عند هذا الحد نود أن نشكركم جميعا على مداخلاتكم وعلى أرائكم ونحن سنرفع تقريرا حول كيفية هضم لكل هذه الأفكار سواء كان ذلك في قمة الآتية أو في اجتماعي الوسيس وشكرا ترجمة نانسي قنقر